أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادية الشامل التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي جاء ذلك خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجوفا على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة أيضا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن برنامج حياة كريمة يعتبر أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف على مستوى الجمهورية وبدورها قالت جورجيفا أن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة بحدود الدخل